لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خطومة سيد محمد علي فزاري الكاتب والمحلل السياسي ما هي الدوافع الرئيسية لمبادرة السيد الحمدوك من وجهة نظرك لتوحيد دوائر صنع القرار في تقديري ديس الوزراء بترحي هذه المبادرة هو معبر عنه بكلمتين أن الوضع الحالي والأزمة الحالية هي مخيفة ومغلغة مخيفة أمنيا ومغلغة اقتصاديا البلاد تعاني من تحديات أمنية اقتصادية كبيرة من خلال تحديات أمنية ارتفاع الأسعار قلاء المعيشة في السودان هذه ببرموتها ألقت بظلالها السالبة على الحكومة وجعل المواطن يشتكي ويجأر بالشكوى من خلال أداء الحكومة التنفيذية منذ أكثر من عامين كذلك التأخير في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومن بينها المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية هذا يعز إلى تلك الحاضنة السياسية وهي قوة الحرية والتغيير وانقسامها وتشغيها هذه في الأساس كانت السبب الرئيسي لخروج رئيس الوزراء بخطابين في أقل من أسبوعين وهو الأمر الذي كان قير معهودا أن يطلع رئيس الوزراء ويخاطب الشعب السوداني بأزمات واضحة للعيان ولكنه يريد أن يؤكد أن الآن آن الأوان لوضع حلول بدلا من الخطابات المكررة ما هي فرص نجاح هذه المبادرة برأيك؟ هذه فرص نجاح هذه المبادرة كبيرة لأنها تلامس الواقع السياسي والاقتصادي والأمني السوداني وأنه خاطب فيها المكون المدني والعسكري وكافة قطاعات للمجتمع في تقديري أن رئيس الوزراء ألغى الكرة في ملعب الجميع بأن علينا أن نعمل مع بعض من أجل انتشال البلاد من هذه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية لكن هذا لا يتعد إلا بتوحيد الصف الوطني نحو برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع وكان لافتاً أن يضع حداً وسقفاً زمنياً للمجتمع التشريعي يعني كان في السابق هذا المجلس هو من مهام قوى الحرية والتغيير التي في أكثر مرة تم تأجيله وهو تحدث عن عامين من عمر الفترة الانتغالية مضت دون تحقيق الكثير من هذه المهام وهو غطع بأنه في خلال الشهر يجب أن تتوافق كل القوى السياسية على تشكيل هذا المجلس التشريعي كذلك تحدث عن إصلاح في المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا أيضاً مهم جداً لأنه إحدى مخرجات ملف سلام جوبا الموقع في الثالث من أكتوبر الماضي عملية دمج القوات والترتيبات الأمنية وهي مناطبها استكمال ملف السلام الذي تجرى الحوار فيه حالياً ما بين الحكومة الانتغالية والحركة الشعبية جناح عبدالعز عدم الحلو حركة عبدالواحد محمد نور فيما بعد يعتبر ملف السلام هو الملف الثاني من حيث الأهمية سيد فزاري قبل فترة قريبة مجلس السيادة قام بتشكيل قوى مشتركة أو ما اسمها القوى المشتركة هدفها في النهاية هذه القوى هو فرض الأمن ومواجهة الانفلات الأمني الذي كان حاصل هل هذه اللجنة مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع هذه المبادرة؟ مؤكداً أن هذه اللجنة أو هذه القوات المشتركة مرتبطة تماماً بهذه المبادرة لأنها تأخرت نشر هذه القوات كان من المفترض أن يكون في ديسمبر من العام 2020 عندما تم انسحاب قوات اليونيميت كان هناك شرط من قبل حركات الكفاحة المصلحة وكذلك الوسيقى الدستورية لأن يتم نشر قوات مشتركة لحماية المدنيين وحفظ الأمن والاستغرار في دارفور لكن بعد توسع النطاقة لانفلات الأمني في أكثر من ولاية وأكثر من مدينة بات ملحاً أن يجب نشر هذه القوات جنب إلى جنب مع القوات النظامية في معظم ولايات السودان حتى تحفظ الأمن والاستغرار باعتبار أن العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات شهدت انفلات أمنية وصراعات قبلية دامية راحة يعني على إسرها العشرات من الضحايا وبالتالي كان مهم جداً أن الإصلاح الأمني يجب أن يكون وفق مبادرة رئيس الوزراء والذي يمكن أن تطرح على المكون العسكري ويأخذ الرأي فيها نحن نتحدث عن مدو ساعتين فقط من هذه المبادرة نتوقع في غضون ساعات أو أيام أن تبرز مواقف مختلفة من القوى السياسية التي خاطبها رئيس الوزراء وكذلك المكون العسكري الذي هو معني بالأساس في حفظ الأمن والاستغرار باعتبار أن الوسيقى الدستورية منصد على أن الأربع مناصب القيادية الأمنية الكبرى هي من اختصاصات المكون العسكري في ميجلس السيادة وعني بذلك وزير الدفاع والداخلية ومدير الشرطة ومدير المخابرات العامة فبالتالي هذا الأمر وضعه رئيس الوزراء في ملعب المكون العسكري أن حفظ الأمن يجب أن يكون أولوية وأن لا إنفلات أمن يجب أن يحدث بعد اليوم شكرا جزيلا لك سيد محمد علي فزاري الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من خارطة شكرا جزيلا لك بعد الباب اشتركوا في القناة